قال يا ناس يا ايض였ه يا ناس ملزمل فلان فلان قال انت بتقولوا صوفية كفار انت بتقولوا كفار انا جاية في المسال دي اهو البشير قال انا صوفي اذن البشير كافر شوفها مساقيم كيف لتدين قال اذن البشير كافر فهل بجوز الخروج على الكافر المسلم الحاكم الكافر ولا ما بجوز الخروج على الحاكم الكافر رأيكم شنوفي إنه الحاكم الآن صوفي الصوفية في تقديركم أنتو كفار ده سؤال دهر له إجابة هل يجوز الخروج على الكفار ولا ما يجوز الجواب من وجين الوجه الأول نحن ما قلنا الصوفية كلهم كفار ده واحد نحن قلنا الصوفية عندهم دعوة إلى الشرك لأنه البرعي بقول إنه بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل وده الشرك في الشريعة الله قال إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وفي ناس قد يكونوا من جهلة الصوفية دخلوا جديد ولا دراويش وكذا ومساكين وقال إن ده الدين ده نحن هم نقول كفار أفهم المسألة في نفس المسألة ما أي زول وقع منه كفر كافر أي زول وقع منه كفر كافر الرجل من شدة الفرح في صيح مسلم قال اللهم أنت عبدي وأنا شنو ربك كفر رسول قال أخطأ من شدة شنو فرح عشان كيشق الإسلام تيمية رحمه الله قال في حاجة يسمى إقامة الحجة في الجزء السابع من الفتاوة قلت فاضي تقرى فتاوة قلت ما ركتبه ما لي زيه فاضي تقرى فتاوة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوة صفحة خمسمية وسبعة لخمسمية وتمانية من الجزء السابع وهو كتاب الإيمان قال وَأَمَّا الْمُرْجِئَةِ فَلَا يُخْتَلَفُ فَلَا يُخْتَلَفُ فَلَا يُخْتَلِفُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ تَكْفِيرِهِمْ مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية علاقة الجهمية بالمرجية الجهمية عندهم ثلاثة عقائد من أفسد عقائدهم القول بخلق القرآن ونفي الصفات نمرة ثلاثة بقولوا الإيمان معرفة يعني إنت لو عرفت الله إنت مؤمن ولو سببت الله ولو سببت الأنبياء ولو وطئت المصحفة برجليك أو برجلك فلذلك هم عندهم شيء كبير من الإرجاء بل هم من أعظم أنواع المرجاء طيب قال مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية مع أنه بقول التجههم كفر تجههم كفر لأنه ضد القرآن القرآن بيقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن بيقول عن القرآن إنه كلام الله والجامية بيقول لا القرآن ده مخلوق الله ما بيتكلم وبصادم القرآن وده كفر براو طيب قال ولا كل من قال إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم بل الإمام أحمد صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة قال لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم يعني للجاهل منهم حتى يقيم عليه الحجة ويدعوا لهم ويرى الإئتمام بهم زي المأموم سنة 200 و18 هجرية وده كان أمير المؤمين والجهمية غشو قال ويرى الإئتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم قال ما يراه لأمثالهم من الأئمة وينكر ما أحدث من القول الباطل الذي هو كفر عظيم يعني هم بصلي وراهم هم بير كفرهم إنهم كفر مع إن عقيدة عقيدة شنو أول بدعو لها دي عقيدة شنو كفرية لأنه في قامت حجة في حاجة يسمي قامت حجة تقاعد الزول أشهد كفر لأنه الله قال كذا الرسول قال كذا لا لا والله أشهد ما كفر كفر لا لا أنا بأعتقد كافر في قامت حجة دب تزيل عنه الجهل إذا عنده شبه أو تأويل بالزيل إذا مكره بتعذر بيكراه إذا كذا إذا كذا طيب قال وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان قال فيجمع بين طاعة الله ورسوله في ظهار السنة والدين وإنكار بدع الجامية الملحدين وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة الأئمة ما بنكر عليهم في الملأ والأمة ببين لهم إنه منهج التجه منهج باطل ولو كان الحاكم شنو جهمي طيب وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين فما هي زول قال أنا صوفي يعني خلاص بس عمر البشير قال أنا صوفي كفر خلاص كفرت ويتها خلاص لا فيه قامت حجة لا فيه تحق توفر شروط ولا فيه انتفاة موانع ولا أي شي بس زول أسلو عتر قدامنا قال يا فلام بنكفره طوال بنقول لك شو قولك ده كفر لكنه الجاهل بنعلم والمقاصد خلاص ده ما بنكفر والمكره ما بنكفر وهكذا في موانع للتكفير دي نقطة من النقاط النقطة التانية الزول قال ولو كافرها حكم الخروج على الحاكم الكافر الحاكم الكافر يخرج عليه لكن بتين إذا ايت عندك قوة تخرج عليه لقوله تعالى وأعدوا لهم ما سطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وده ما كلامنا نحن ده كلام العلماء ودهها دلة قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال صفحة ميتين تمانية فالخروج على الحاكم يعتبر فتنة فبسببه تسفك الدماء ويضعف المسلمون حتى لو كان الحاكم كافرا فلابد أن يكون لدى المسلمين القدرة على مواجهته حتى لا تسفك دماء المسلمين فإن الكافر الحاكم دفق كافر أعدل العدى وأمرق عليه بعد لا الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة طلع طائر سنة الحاكمين مكة كانوا مسلمين لكن كان في ضعف في المسلمين ما قال لهم أمره ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاء فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ففي أول الأمر قال الله تعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاء بعد ذاك بعد بقت في قوة وفي شوكة الله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين والظلم يأتي بمعنى الشرك والكفر كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم